في الجزء ده ان شاء الله هنكمل مع بعض بقيت التطبيق المباشر على الكوننكتورز والموتورز ومع الريجل بادي والسوفت بادي. طبعا في جزء اللي فات احنا كنا اتمينا الموديل بتاعنا بصفة نهائية من ناحية خماته من ناحية اضاءاته من ناحية الكلام ده كله. وزي ما قلنا ان احنا طالما هنستخدم الكوننكتورز. يبقى نراعي ان يكون الموديل بتاعنا مش متقاطع مع بعضه. بمعنى ان العجلة دي ما تبقاش قطعة او لمسة الجسم بتاع البادي بتاعنا. وطبعا اللي بيداري الكلام ده اللي هو والشادو ما بيخليش الكلام ده باين حتى لو الكاميرا قربت على الجسم. ازا انا ضامن مية في المية اننا لو انا بعمل الموديل بتاعي ما بيبقاش العجلة عاملة مع الجسم. نفس القصة في العجلة التانية نفس القصة في العجلة اللي قدام اللي هي دي. طيب ازاي نركب الديناميكس. تعالوا بقى نتكلم اول حاجة انا محتاج ان انا اربط العجلة دي بالجسم ده. اتأكد ان انا عندي في نص محور العجلة. طبعا واضح ان مش في نفس المكان بتاع الابجيكت. هفتح الويلز. عندي جوه الويلز عندي الهايبر نيربس الاولاني والهايبر نيربس التاني. في حين ان في الابجيكت نفسه الاكسس في النص. على فكرة ومش مهم قوي ان يكون الهايبر نيربس في نفس المكان لكن للتنظيم ليس الا. طلع ده بره. وهنحط جواه. ونعمل بحيث ننقل في نفس المكان اللي موجود في الابجيكت بتاعي. بعد كده ارجع اخلف العملية وادخل ده جواه ده بمرة تانية. نفس القصة في التاني هطلع ده وادخل جواه وبعد كده اطلع ده وارجع ادخل ده جواه بالشكلة ده كده. بالمنظر ده اصبح عندي كل حاجة مزبوطة وتمام التمام. فاضل اللي هي العجلة دي واضح ان هي متزبطة وما فيش اي مشاكل. كده احنا نزبطنا المحاور. نروح نشوف بقى. الكنكترز. اول حاجة هروح لا. آآ. السيميوليت. من سيميوليت اخو ديناميكس من ديناميكس هاخو الكنكتور. عندي الكنكتور بتاعي المفترض ان هو اوتوماتيك يروح او المفترض ان انا اخده اعمله لسيد بي السر. الطريقة اليدوية ان انا لو انا عايز اربط الكنكتور ده او اربط العجلة دي بالبادي بالكنكتور ده. هاخد الكنيكتور واحطه جوه الهايبر نيربس واحطه كمان جوه التيوب انا مش عايز جوه الهايبر نيربس انا عايز ازبطه مع العجلة وهقوم عامل بالشكل ده هو كده راح بالزبط في المكان اللي انا عايزه طبعا زي ما قلنا وشرحنا في الكنيكتورز بالتفصيل ان اهم حاجة ان انا اشوف المحور بتاع الكنيكتور بتاعي مظبوطة ولا لا عالي شوية من هنلاقي ان المحور الاكس بتاع الكنيكتور مشاور في ناحية غلط لازم اعدله اضغط شفت لفه تسعين درجة بالمنظر ده كده كده الكنيكتور بتاعك مشاور في الشكل الصحي بالموارز مش تفرق دي كده دي كده مش هتفرق في اي حاجة طيب انا عايز ان انا طبعا اه اروح كده عايز ان انا اخلي الكنيكتور ده اه يربط الجسمين هو كده لسه ما ربطهمش عايز اخلي عايز اخليهم يربطهم هروح لكنيكتور بعد كده اوبجيكت هاخد له في ايه هاخد طبعا انا مش هاخد طب هتقول لي ليه ما بتاخدش هقول لك بص انا مستقدمه هنا بس عشان يديني شكل للموديل لكن حسابات بتتم على اللي تحته فما فيش داعي ابدا ان انا ازود على نفسي وازود وخلي بتاع السينما بدل ما يحسب على عدد بتاعه قليل بالمنظر ده يحسب على بالشكل ده اذا نخلي بالك قوي حتى لما نيجي نحط الديناميكتاك حالا هنحطه على ده مش هنحطه على ده ده ولا لو اي لازمة غير انه بيعمل لي مش اكتر مفيش لازمة ابدا انك تزود حسابات الديناميكس بتاعتك هروح للكنكتور واخد الابجيكت بي اخد له البطيقة او الابجيكت ايه مش هتفرق واخد في الابجيكت بي التيوب كده الكنكتور بتاعي اتربط بعد كده افتح الليفتويل كنترول واضغط واسحب ما تنساش ريسيت بي اس ار ونروح نشوف ده كان سالب تسعين مش خمسة وتسعين كان في خمس درجات زيادة هروح لده واقول له تسعين درجة كده لاتنين دول مصبوطين فاضل بس ان الكنكتور اللي انا لسه منزله بدل ما هو مربوط بتيوب وان هربطه بتيوب كده ده مربوط بده وده مربوط بده تفتكروا لو انا عملت بلايه هيحصل حاجة ولا الهواء الكنكتور ادك احمر تلما ادك احمر يبقى انت خلي بالك ان الابجيكت اللي انت عامل عليه الكنكتور ما فيهوش دايناميك تاج يبقى هنروح لالتيوب ويحط خلي بالك دايما في شغل الكنكتور انتبه قوي للكوليجن طبعا احنا شرحنا كل الكلام ده في قوائل المحاضرات هروح للشيب وهختار موفينج مش عشان التم بشكل اقوى غير كده كمان العجلة دي لو مشيت على الارض هتتزحلق لان الفريكشن بتاعها قليل قوي اللي هو معامل احتكاك اقصد لازم ارفع ده عن تلاتين في المية اخليه وليكن مسلا مية وخمسين احتمال نرجع نرفعه اكتر من كده برضو مش عايزه عالي ايه بحيث لما تخبط الارض ما يبقاش الارتطام والارتداد مبالغ فيه هخليه وليكن اا عشرين يمكن اقل كمان من عشرين خليه عشرة كيف تكري احصل حاجة لو رجعنا اضغط هو هنا تمام هنا لأ نفس القصة طبعا مش محتاج بقى نرجع نعيد كل الكلام ده كنترول واسحب ودي الديناميك تاج هنا شيء من التنظيم بس تمام بالمنظر ده كده فاضل البادي طبعا لو احنا عملنا كده على فكرة كده احنا مظبوطين لو احنا غلط او لو ده مش مظبوط هتلاقي دي سقطة على الارض طب البادي البادي هنا عندك جوه اذا انت محتاج تحضه هنا مكتاج على ده كله لا في اصدار تلاتاشر لو عملت قلت له سيميوليشنت اولا ليه مهي موجودة عندي فوق هي المفروقة عشان الناس اللي ما عندهاش البار ده سيميوليشنت هقول له انا هاخده من هنا في عندك طبعا احنا شرحنا الفرق بين كل واحدة من دول طبعا الجسم بتاع البادي ده كله هو جسم واحد وبيتعامل في الجسم واحد اذا انا هقول لكم باوند والشيب بتاعي هقول له برضو موفينج مش لانه هيمشي مع العربية بالمنزر طالعا عملنا كده كده تمام ومية مية فاضل بس حاجة بسيطة انه هنطلع فوق اجي على الجراوند وايه اقول له كولايدر بادي البادي الفريكشن بتاعه مش مشكلة واحد يقول لي يا باشونس انت ما عملتش الفريكشن هنا ليه او انا مش هحتاج بحاجة تمام وما فيش اي كوليجن هيتم بينه وبين اي حاجة اللهم الا السلالم دي فممكن ان انا اقل بس الباونسنج بحيس لو خبط في السلالم دي ما يقوم ما ينطرش الكلام ده كله لفوق فانا ممكن اخلي اه الباونسنج بتاعه عشرة هتقول لي طيب انت ليه خليته عشرة مع انك انت بخلي دول مسلا اكتب ولا انا بخليهم عشرة لا يبقى ده خلي خمستاشر برضو ليه يعني برضو ليه انا زودت ده عن دول يعني بالحق لا اولا ده عجل وده البادي اكيد البادي هتبقى كتلته اتقلم العجل اذا المفروض يبقى خمسة ما يبقاش خمستاشر معلش عندنا دي نيجي بعد كده آآ خلصنا خلاص من القصة دي اروح بعد كده لطلع فوق برضو هقول له آآ لان هو سابت مهم جدا عشان العجل ما يتزحل على فكرة ما تزبطوش على حاجة واحدة بس لأ لازم على الحاجتين يتزبط خلاص انا هقول له خليها لي بمية وعشرين عشان العربة هتمشي على الاقل آآ هخلي ده مسلا وليكن بخمستاشر كده جميل تمام كده جميل جدا واحد يقول لي يعني انت مش مهندس مش هين عليك تزقه شوية دول يعني تقدر تعتبرها رخامة رزالة بغتت على البخامج بس هو الموضوع مش كده هي بس القصة عشان عايز اواريكو حاجة في آآ المطور في العزم بتاع المطور حالا مع بعضها نشتغل ميكانيكية حالا اوه المهم خلونا بقى نروح لآآ الدنيا بتاعتنا كده مظبوطة فاضل بقى الامورة الجميلة بتاعتنا دي عشان نعمل دي آآ هنروح نقفل بقى الكلام ده كله هنشتغل مع البيجويل نفتح البيجويل برضو برضو اروح لالتيوب في البيجويل هقول له صوفت بادي مش ريجيب بادي ممكن على فكرة يعني بصوا يا جماعة صوفت بادي وريجيب بادي على فكرة وما الاتين واحد بس الفرق آآ ريجيب بادي هو انت لو عملتها ريجيب بادي نزل لك طبعا ريجيب بادي تاج لو نزلتك ده هتلاقي صوفت بادي معمولة الفرق بس انك انت لو عملت لو شلت دي وروحت جاية حاطط له صوفت بادي لو خدت بالك هي هيها بس هو عامل صوفت بادي بقى بس ادي الموضوع طيب تعالوا كده طبعا مش نتكلم عن الكلام ده كل كل الكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده طيب انا عايز اروح اول حاجة للكوليجن نعندي ش طبعا الكلام ده كله الشيب بتاعي هيبقى بالمناسبة لو لقيت الحزابات تقيلة معاك شوية سهل قريب من يعني نفس فهيديك صح نيجي بعد كده ليه هخليه مسلا وليكن مية و لا مية كفاية احتمال نزوده نقلله البونس هيبقى بتاع عشرة اعتقد كده الدنيا هتموت تمام ف.... فا يا عيز يوريكو حاجة عيز يوريكو حاجة مهمة جدا 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 بصو هيبدأ يحصل ليه للشكل هايبدأ يفوك من بعضه لو خدتهم شايفين بدأ يعمل ازاي بدأ يفوك من بعضه طب ليه ده يفوك من بعضه لسبب مهم جدا 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 في الصفت باضيس بالذات لو خدتوا بالكو انا في الكلجنز عندي حاجة اسمها سيلف كلجنز يعني تصادم ذاتي بمعنى ان الجسم ده هيخبط يعني كأن فيه بريشر او فيه ضغط عليه من بره ومن جوه ده منه النفسه لكن عشان اللي انا عايزه ان الشكل ده يفضل محتفظ بشكله مع استمرار الحركة اذا انا مش محتاج السيلف كلجن مش عايزه يخبط في بعضه تمام بالمنظر ده فيه بقى حاجة كمان في الصفت باضي اللي هو هو كويس وكل حاجة بس هيخب مننا وقت كبير قوي فشيل اليوز اكورت سولفر وتعالوا نعمل تمام طبعا الدنيا كده كويس مش وحش لان في الاول لكن ده كده محافظ على الشكل طيب ازاي اخلي الشيب ده يفضل محتفظ بشكله ماي مش اول ما ينزل ينام كده لأ عايزه يفضل محتفظ بشكله الموضوع ده ننزل تحت 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 خالص 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 عندي حاجة اسمها ستيفنس ستيفنس اللي هو التماسك انا عندي هنا ستيفنس بزيرو لو علناها بمية تعالوا نشوف كده هنلاقي اختلاف كبير قوي 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 شفتوا كده عمل ايه زي ما انت شافين لو قربنا مسك في بعضه بس برضو مش بالدرجة الكافية مش بالدرجة اللي انا عايزها ستيفنس هعليها شوية خليها الف ونجرب بلاي ايوه تمام كده جميل وتمام وزي الفل ومية ما طيب كده على فكرة هنرجع نغير في حاجة كتيرة جدا تاني بس خلونا نمشي مع بعض علشان نخلص شغل الربط وبعد كده نرجع نشوف السيت اوب شكرا